يعني اه طبعا فيه اداء جيد وفيه شغل حصل في المباراة دي لكن كمصرين وكمنتخب وطني ومنتخب مصر اللي هو اكثر للمنتخبات حصولا على بطولة الامة وافريقية كان لازم يبقى الشكل كده واللعبين كمان المميزين اللي عندنا يخلوه يخلوه ان الشكل والنتيجة تبقى بالشكل ده ده اول حاجة بس حبيب اتكلم عليها عندنا او عندي نقطة تانية خاصة بمحمد صلاح وبعد اللقاء شوفنا طبعا هرج ومرج حوالين محمد صلاح وبعد الجماهير اللي نزلت تتصور وهو الراجل طبعا مكسوف لو بعت اللاعب او بعت الشخص قصدي اللي نازل يتصور هيقولك محمد صلاح مغرور لو ما تصورتش معاه هيقولك محمد صلاح مش تعالى خلاص علينا وما بقاش محمد صلاح بتاع زمان مع ان الوضع مفروض يبقى مختلف اولا فين الامن فين امن الاستاد فين المسؤولين عن حماية اللعيبة لان احنا اولا جوه ظروف صعبة جدا وهي في ظروف كورونا وبالتالي فيه اجراءات احترازية للعبين وحماية للعبين واللعبين بيحمل نفسهم يا صلاح بيبقى دي الناس ولون طب تصوروا بس من بعيد لكن طبعا الامور بعدت عن او يعني ما كانش فيه سيطرة عليها وبالتالي الامور كانت صعبة جدا هنا معالي الوزير دكتور اشف صبحي فتح تحقيق في الموضوع ده ما بعد مشاهدة هذه اللقطات دكتور اشف صبحي وزير الشباب الرياضة فتح تحقيق وهيكون في تحقيق مع شركة الامن المسؤولة عن الامن الاستاد وحماية اللعبين والمسؤولين عن تطبيق الاجراءات الاحترازية داخل الاستاد وحماية اللعبين من اي ناس ممكن تكون متواجدة في الاستاد طبعا مين دول انا حدش عارف فيش جماهير اصلا العاملين داخل الاستاد هم عاملين جوه فقاعة طبية خلا بالكم الامور برضو بالنسبة للمباراة الناس معينة هي اللي موجودة ليهم مسحة الامور بالنسبة لهم يعني في حفاظ واجراءات احترازية ليهم برضو لكن مين دول الامور صعبة جدا مش عارفين مين هم وبالتالي زي ما بقولكو هي قلتها قبل كده لما محمد صلاح كان في الجيم وقلت يا جماعة فضل الجيم يعني فضل صلاح الجيم لان احنا ما بنعركش ليفربول لو شاف صورة زي كده انا بتكلم على كانت صورة الجيم بقى ده كان فيه واحدة كان بتصور مع صلاح داخل الجيم هيقولك لا ده كده الامور سايبة واي حد ممكن يخش الجيم بالصلاح وبالتالي الامور كانت ممكن يتعرض ليه فيروس كورونا لقدر الله هنا بقى الصورة بقى اوحش واوحش يعني احنا ما دايما ما بنحبش نبين الحاجة الوحشة في يعني الحاجة ممكن تكون وحشة عندنا لكن دي صورة اوحش واوحش وبرضو ممكن يستغلها الاندية مش بكلم على صلاح بس اي لعب محترف عندنا وظهر فيه اللقطة دي يعني انا بتكلم بقى صلاح ده قصة تانية والنادي بتاعه مش عايز يجيبه هياخد الصورة يقولك لا احنا من حقنا لان اتحاد الدولي قتاح لاي نادي انه هو ما يجيبش اللاعب بتاعه ليه المتخب بلده عشان الاجراءات اللي احتزائيه عشان الظروف الخاصة به فيه الوقت الحالي بالنسبة ليه ظروف كورونا وبالتالي الوضع ما كانش حلو ما بعد اللقاء وبقول لحضراتكم دكتور عاشف صبحي فتح تحقيق بخصوص اللقطات اللي انت شافينا امام حضراتكم ومين المسؤول عن الناس دي تنزل وفين الامن وخصوصا ان الصلاح برضو عليه حماية مختلفة يعني كل الاحترام طبعا لكل اللاعبين لكن صلاح ليه وضع مختلف داخل الفريق او داخل كرة القدم العالمية وبالتالي كان الشكل صعب هو يعني انا كنت حاسس به هو لو بعد الناس هيقول لك ده يعني صلاح خلاص يعني بقى في حتة تانية ويزعلوا منه ونقول بقى صلاح مش زي زمان يعني حاجات كتير طبعا هي كانت في دماغه وهو بتصور مع المجموعة اللي نزلت ملعب استاذ القارب ده بالنسبة ليه اللقطة اللي انا شفتها نتمنى ان ما تحصلش الحاجات دي مرة تانية خصوصا يعني يعني الامور معروفة ومفهومة ومحطوط قواعد ومحطوط اجراءات احترازية يعني مفروض كلنا نتبعها في حاجات زي كده ودي سومة بلدنا يعني في الاول